كيفاش هاد التضليل وهاد الاستغلال وهاد الاستخفاف بالعقود ديال المغاربة هاد تعاطي الحكومة يعني المهزوز والموسيقى لدكائنا كأمة وكشعب أمني كنقول زيديننا في الأزور ولدامنا معنا كتشار قدامنا الورقات ديال تحولات الدولية ستصدمون بحقائق باش تعرفوا سباب خلاكو من المغاربة هاد البرلمان كيفا يصاوبوه وكيفاش قاعدوه إلا الشياد البرلمانيين يحتاجوا على القرار البرلمان الأوروبي كانت حديهم واشقروا هادو كل نقاط كاملة ديالبرلمان الأوروبي غني نفس على عباد الله بن هذا ما راي نفس عليه هو نقصله من الماظه بغيت نفس على المغربي هو المتحانه ديال المحامات تكون مزيان أخوتي المغاربة مرحبا بكم ذا بغيت غير نسولوا حد سؤال دبا هات الصورة هادي ديال السيفوزي القجاع مع السي بن سعيد يعجبني يشوفها كأعضاء الحكومة مرتاحين ولبس اللباس عصري وكي تواصلوه بغيت غير نسول دبا هاد وجوشوه غنسوه المهم من السؤال له هاد دستور المغربي ليفي الفاس سبع وشرين الحق في المعلومة دبا هاد سيفوزي القجاع دبا وهنا علشان هاد لهاد الموضوع في العلاقة بهد القارار اللي خرشاش هاد العمدة ديال ارباط والطريق مزدودة دبا في هاد القامرة وانناس مساكل معه طلاه مصالحه قول ما ندخل دبا هاد دستور لي كهادر علشان على الحق في المعلومة وفاس سبع وشرين تلاعبات البخيسة واليئيسة والتي تتصف بالبؤس وبالجاشع التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم لن أتوانى شخصياً وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقه فينا هو هاد النقاش ولا حقاراً بعض البحث ده ما هاد الفكرة اللي كيرووش ده بس يلقجعوا بعض عباد الله اللي كيعطعهم هاد المعلومة راه البحث قيد الخدمة ورانات إجراءات وش كاتب حد زعمة فاضحة دير وطرقيت ولا شنو كيفاش ده ما حنا بقادر نش مواضيع بينه وتجيلات واضحة واضحة بيباننا كيفاش هاد التضليل وهاد الاستغلال وهاد الاستغفاف بالعقود دينا المغاربة هاد تعاطي الحكومي يعني المهزوز والموسيقى لده كأمة وكشعب هلش يلقجع هاد الممارسة؟ وانت السيبن سعيد ده بللي كاس كتتمشى مع هاد السيد وانت رأيس زعمة بكل احترام لك هاد الفاضي هاد خمسين مليار و هاد المعطايات وش متتواصلش لبال انت ومتتواصلش وتوضح رأي العام وتهدأ النفوس وانت شاب جاي من مدينة الانوار كتقول فرنسا وكاد واتهامات تدمى الاخلاقية وبالوطا يقوم كيش تواصل سؤال الاخر ده با هاد العمدة هادي دينا الرباط هاد اغلالو دينا الاحرار بيتعن سولة ده با اقودال كتلقى فيها بعض الامانات يقز بالبالعلالي وانا كيشوف هاد هاد نظيم هاد التضاهور هالبعض عباد الله بتأس العالم وقتع عن الطريق كيفش ديباك بخرج هاد البالاغ ديبا والطريق مقطوعة في منطقة حيوية بحل القامرة الناس مساكن عندهم الكيران ومنطقة ديال الطلقان وغالبية المغربة مساكن عندهم لالانترنت لوالو مع بفراس ومشقا عاد البالاغ مقارين حتى كيتفاجئو كتتعطل مصالح الناس وكيلي غاديد داوى كيلي مسكين داكسيدون خستويت نقال كيلي وكتتعطل المصالح ومخرجن هاد البالاغ زعمة من التسعود ديال الصباح تل ما نعرف السبعة دلعشية ولاش حاله وعو التاني نهار الاربعة وثي تلتي ايام حالكش والسؤال الاخر دبال مهم جدا شن هو الربح من هاد التظاهرة دبال يمكن نحنا نقولو يبال عباد الله الربح حقه في علاقة بجزائر كان نحتاضنو الملتقيات الدولية يمكن انها فرصة يبالو البعض فين اهل ملاعبنا ونبنيو الملاعب ديالنا كيلي يبالو الهدف من هاد الملتقيات الدولية وانا نصنعو الفرحة في النفوس ونفس الشعب المغربي محتاج ولكن هاد سؤال جو هالي في العلاقة بل ازمة الاقتصادية كتبالي الحكومة دائما وبالنهاجات في ضرفية صعبة فيها كورونا وتدعياتها فيها تدعيات ديال الحرب ديال اوكرانيا وقال المحروقات وهالما جرمني كنقولو زيديننا في العزور ولالضامن معانا كتشرق قدامنا الورقة ديالتحولات الدولية وطبع مني كتجي لها التضاهورة وكتلقبي انها كتكلف خمسين مليار من المال لها اخوتي المغاربة انا اعطيكم واحد سيج كيقول واحد الكلام في غاية الرعب والخطورة لك تجوج تضاهورات خسرنا مئات مليار والمئة وعشرين مليار. 2013 و2014 كان خلصو فيها اربعين مليون دولار للدورة لانا كان اشتريوا حق الدخول. وعندنا عشرين مليون دولار ديالا لوجيستيك دورغانيزازيون. هي ستين مليون. في عامين هي مئة وعشرين. السنة الاولى في تلتاش دخلنا منا سبعة مليار ونصف. السنة التانية في ربعتاش دخلنا تسعة مليار ونصف. ايمام مجموعه سبعتاش المليار. معناه ان خسرنا مئات مليار عليها. مئات مليار يعني خمسين مليار في كل دورة خسارة. وقال لكم على انه كانت الوعود من طرف الوزير انا ذاك بالخيار. قالك عندي روشي عشرين ما بيت ليلى. وشي عشرين وشي مئتين مئتين مليون ما بيت. ومئتين مليون عفوان ديال المبيت. وشي مليون ديال الطعام والمطاعم غتت عيش. وغتت نتاعش. قالك فابل احراف الاخر حتى عشرين في المياه. عشرين في المياه. متنجزة واقعيا من ديال الوعود. في الفين وحداش ملي كان كي وجد لسي منصب الخيار تقرير ديالو اللي تم رفعه الى الى مقام العريبي يا مولاي. قال كي يقدر فيه ارقام ديال مراكش غلي يكون فيها عدد المبيتات. اه مجوجة المليون ديال مليون ونص ديال كاليش ديال كاليش ديال كاليش. كدام جوجة المليون ديال الواجبات الغذائية في المطاعيم يعني ارقام بحال هكا. هذي ارقام لو رجعتم يا سيدي يا مولاي هدك تقرر ولقيتو فيه بانه نجزنا منه غير عشرين في المياه. ديال بحال هات الصريحات هذي يا اخوتي المغاربة. مليك تسمع كيفش ديال بك يشوفين هاد المسؤولين. ديال الطريق حابسة الناس ما معت مصالحهم معطلة. مليك ترجع للتضاهورة ما فيها تربح. كيقول واتو ما سمعتو هات السيدة كيقول لك المستشهرين ما كينا نش. البت ارضي ملابحين ويلو من هات تضاهورة. الفيفا كتحتفظ ب البت تلفازي على المستوى العالمي. يعني عندها حوالي مئة وستعين حتى مئتين تليفزيون عالمي اللي كتسوق لها هي. الفيفا كتحتفظ بالسبونسور اوفيسيال ديال الكبار اللي فيهم الملاياف اللي كي تتعقدين مع الفيفا. كي تخلي البلد المنظم. تخليلوا لليس بونسور لوكو. يعني اللي هم محليين. ولا بيتريك كي تدخلوا عبادة يتفرجوا في مقابلة الملايب. وكذلك البت كفزير ارضي فقط. اين هي الربح ديال هات التضاهورة. علما بانها مكلفة. وهنا كيفتح الباب على واحد سؤال جوهال يا أخوتي المغارب. كيف نقيمة شريع في المغربي لما كانش كي الاجراء ديروا في الواقع. دبا كي ما قلنا عدنا الدستور فيه الفقس السبعة وعشرين من الدستور الحق في المعلومة. دبا كي الحكومة المغربية. واش تواصلت بميت في مع الشعب المغربي خصوصا التضاهور. كيف التضاهورة كتعتها للمغرب قبل اسابيع قليلة ربعين يوم ولا شعرية. كي يعطيها لنا يا سيدي يا مولاي. خب خمسة واربعين يوم قبل التضاهورة. خمسة واربعين يوم. وبوحدو كي قررها. كيف باش التضاهور اخضت حقها في النقاش البرلماني. دبا باش عن مولوها التضاهورة من المال العام. وحنا اخوتي المغربة. رك يعرفوا الناس القانون دي المالية المغرب تيقول بانه دار الاصلاح في المجال المالي. باش يقوي المالية دياله العمومي و باش يواجه التنمية و باش يواجه التحديات الكبرى وابرز هالتوازن المالي يكون قوي و يواجه يواجه الفوارق الاجتماعية. وباش انه ميكونش الحقراء و يكون يعني العدالة المجالية و المغرب باش يقوي الاستثمار و باش يقوي. دبا هاد الفلوس الخمسين ماليها. ما اللي عام الشعب المغريبي. واش الحكومة تواصلت مع الشعب المغربي بمي يكفيه و قلعتنا بقيمة التضاهر و شنو غير ربحوا منها. دبا بدك الشي اللي كنقرروا احنا يا في الكتوبة و الاسدار جميعين كنقرروا عباد الله. هاد الشفافية و التعزيز الشفافية و هاد مرتكزات اصلاح دي المالية العمومية. كتسمعوا اخوتي المغربة تعزيز الشفافية و كيفاش هاد الصدقية في الارقام و الصدقية في المعطيات و الالتزام و مواجهات الفوارق الطبقية و مرتكزات. كتسمع واحد سولوا اهل الرجال المال والمالية العمومية كيقولك واحد المدأ تسميه هما. يعني تيقولك تقارير اه نجاعة الاداء و خاص تقرير سانية و القطاعات كتعطي. بحل دبا وزارة الاقتصاد ولا وزارة ديال الرياضة خص الدين و حت تقير كتسمى نجاعة الاداء. الاهدف اللي حقها هاتو الفلوس. بحل دبا هاد العشرين مليون هاد الوعود اللي ما تحققش منها عشرين مليون. فالعلاقة بهاد باش تلك يقرروا الاسدار و لافاك. فين هو الشفافية و تعزيز الشفافية. فين هو تقرير نجاعة الاداء. باش نعرفو هاد التدهور و شنوزدنا منها. و في قطاع دائما هاد الشيء المالية و ركنا نقرأ و حش حجز متاع. تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية. دبا هاد البرلمان المغربي. اللي جامعنا عباد الله. و هاد النار. غنديروش في حلقة اخوتي المغاربة. على كيفاش تشكل البرلمان ديال هاد البرلمان لاخر. ستصدمون بحقائق. باش تعرفو سباب خلاك وما المغاربة. هاد البرلمان كيفاش قادوه. عوض ما يجيبوه واحد البشار. بين البرنامج و على التصوير و على كده. طلقت الفلوس في بعض الموسم. الاساسي هو الواجهو دي كتجربة البيجي دي. في القاسم الانتخابي. بالاشخاص اللي تعطاتهم آآ ديسكيات. وهالهم ما جرى من آآ من المعطايات. غتكتشفوها المغاربة والله العيل عظيم. الى معطايات في غاية الرعب. خاصة واحد المقولة رقال هس محمد الوافر غاهي يذكره بخير. مهمة جدا. قالك خرابوا المملكة المغربية. اكبر خراب. قالك هو من اللي مشينا. قالك استهدفنا احزاب الحركة الوطنية. قالك و اكبر عملية اجرام دات. و اللي خرجت على العملية السيسية والحياة السيسية. قالك هو الهال اللي اللي كان فكره في الشخص اللي غي جيبين المقاعد البرلمانية. قالك ما مقيناش كان فكره في الناس المناظرين اللي مقطعا الصباط اللي محتكين بالشعب. اللي قد دي رمو الشعب. لا. بلد مقاعد ما كان مرة. طرق مالية. و يديرك على المقاعد. عي المقاعد. قالك سي محمد وفاة ما خربنا العمل يا سيسي. مين جات السوسة للحزاب التقليدية. انهار. الاحزاب التقليدية. دخلت. لها. العقلية دي المقاعد. ربح المقاعد. هذي قوان ما عرفهش يتعى. نهار. الاحزاب التقليدية. بدا تقول. عبد الصباط عنده الفلوس. هو اللي يصلاح وخلت المناظرين. تمان تقاتل الأحزاب. حقوا فراشقوا. السبب ديال الأحزاب السياسية اللي نهارت. هي أن سبحاني نستعمل هذا العبارة. رغم أنه ما كاعجبينيش. هذا الوصف. اللي عنده الفلوس اللي يزيبه. النهار والتي كانت تحكم في السياسة وفي الترشع الفلوس. والإمكانيات الفلوس انتهت الحركات السياسية. وهذا روقع في دول متقدمة. عاش تلك. أي يتقلبوا على التمثيل ببغتو. هذا أخطر حاجات ممكن تحصل. ناخده السعبد الله. عنده جماعة قراوية. يخصوا يدير التنفس في الحزب وكذا. ويجيب جماعة قراوية. أعطيها الواحد عنده الفلوس ويدخل الناس. ثم كدخلك السوسة. دخلك السوسة الفكرية. والسوسة الانتخابية. وكيمشي بليك الناس ديالك اللي ضحاوا معاك. الناس اقتنعوا بأفكارك وضحاوا معاك. ما عندهم مش جديد انتخابات. ما تقاروهم مش. ومن بعد يجيبوا الوزارة كتر من هذه. أخطر شيء حصل للمناظرة. وبدوا يجيبوا ليهم وزارة ما عندهوش تنتماء سياسي. وكي يقولوا لي انت لبس القرى هذه. والأخرين بس الكاسكات هذه. هذا الفساد السياسي اللي حصل في بلادنا. كنا نقول الفساد السياسي من هنا بدأ. الفساد سياسي الانتخابي. والفساد في الأحزان. لأنه كي يقوم قرص حتى كتنزل علي بالمدلة فر واحدة. تصوروا على انه بحل عبدالطيف وهبي. تصوروا في وكالة المغرب العربية الأنباء واحد مرة كي يقولها بالعلالي. كلك كان عطاني ابنان مغالي ينجحني في المقاعد. ما كيهمني شكون هو مشكرا. انا خسني عربح في المقاعد. أولا ان اعتدل على كلمة رجب انت فهموا. ولكن انا فهمت. ان اذا كان هناك شخص تريده القاعدة ويرده الشعب. ويمكن ان نرشح الحزب ليس مكانا مغلقا محتكرا على فقط اضاء الحزب. يمكن ان نرشح اشخاص من خارج الحزب ولكن عندهم شعبية. نحن منفتحين. لا يهمه البرنامج السياسي والتصور ومشروع المجتمعي والافكار. بهذا الطريقة قتلنا الاحزاب السياسي. وهلكنا الاحزاب. ومن يكت هلك الاحزاب السياسية معناها كتحكم الحياة السياسية بالموت. ومن يكت تحكم الحياة السياسية بالموت والاحزاب السياسية معناها كتحكم على البرنامج المغربي معمرو ما يدير دوره. لا في المراقبة المالية. لا في المراقبة السياسية. لا في المراقبة القبلية ولا في المراقبة يعني البعدي. وهات الشي لاش كتجيب حالات الشي تسيبه. تيخرج هذا عدو خمسين مليار بن سعيد. مكي لا برنامج لا باشار لأحزاب الأولو. كتسمع المحروقات عهد رضا يزخفيفة بعد تدخولة المعزولة. تيجي قرار بحال البرلمان الأوروبي كل شي تجند له. ما عارف تشغيل مقارحه ونقسم لكم بالله أخوتي المغاربة نقسم لكم بالله إلا نقسم لكم بالله نقسم لكم بالله العلي العاطي إلا الشياء البرلماني اللي حتجوا على القرار البرلمان الأوروبي كانت حديهم. واشقروا هذو كل نقاط كاملة دي البرلمان الأوروبي بالله إلا أغلبيتهم. ونا عندي معطيات بعضهم بعضهم اللي قرأ غالبيتهم الله مقرا يعطي موقعهم لنه مقرا ما عارف لنه قدروا ما شئ حاجة هذا هو عمق الأزمة. من تريدون شخصوا الأزمة من إجابة أخوتي المغربي؟ هو الإجاز على الأحزاب السياسية المغربية وعندما تم الإجاز على الحياة السياسية معناها تجهزه على البرلمان. والهارقة تجهزه على البرلمان معناها تجهزه على العمود الفقاري ديل حياة سياسية ديل اي شعب مغربي. لان البرلمان هو اللي كيراقب السياسة العومية. البرلمان هو اللي كيدير السياسة القبلية وكيدير السياسة البعدية وكيدير قانون تصفية وكيراقب الفلوس وفيين تنجت وفيين ما تنجت وها لما جرم ناشي. ملي كي ولي عندك برلمانيين. عدد منهم متابعين امام القضاء. عدد منهم اميين. عدد منهم فقط لانهم عندهم شكاكر. عدد منهم فقط لانهم كينجحوا عباد الله. ما عندهم تصور. ما عندهم فكرة على البرلمان. ما عندهم فكرة على ادوار البرلمان عادي جدا على انه غيجي وزير وغيياخد واحد تظاهرة بس نظموها ما فيها ربح المالي ما غندخلو احنا المغاربة من هاشي فلوس ما غندخلو من هاشي تروى والله اخوتي المغاربة هاتتظاهرة فو حتلق طلق لعنا لما شاكي عتخسر ميات مليار كان ممكن تدير بها مستشفيات كان ممكن تدير فيها عدد من الاشياء وهنا كان رجع دائما دائما كان نقول الناس ديال المالية من اللي كان قولوا اننا كان واحد المرتكة جابوا صندوق النقد الدولي والمغرب حتها هو في الاصلاح المالية كانت يقولو تقلق يقولك الاعتماد والارتكاز على رئيس المقاربة على النتائج يقولك شحال هادى كانت الفلوس المالية ممكن تبغي الدولة تصرف فلوسها. عندي واحد الفلوس دخلتها. هادي غنبني بها صبيطار. هادي غنبني بها مدراسة. هاد ادوة طريقة باش كانون كي يدبروا التقليد دي الفلوس. جات واحد المقاربة جديدة جابها صندوق اللي قدروا تيقول لا سيدي. انا الفلوس عنصرفها او للتدبير يكون بني على لنتش اشعر الرباح. عندي الهضر المدراسي. مشيخ نشوف انا المدراسة نبني على. لا نشوف فين الهضر المناصر. وش مشكيف الترنسبور ماكينش. وش نوصل لهم الطرقان وش المطعم. علش ناس كيقات على المدراسة. على نحقق الاهداف. هدا هو كي تسمى يعني التدبير اللي كيرتركز عن النتائج وعلى الاهداف. ماش يبوح التدبير المعياري عش حال الفلوس غنصرف على كهذا. هدا هو الفهمات اللي كان. التلاقة من هاد الفلسفة المالية. دابا اجون حتى اكملوا الواقع المغني. دابا هاد تضاهر اللي نخسرو فيه احنا ستين مليار. شنو قلنا نتائج ايش اذ البحة. زي ما غال نقول جزائر عندي جزائر تيارة ديارة ناشاط ديالها. ماش يتمي الاشكال. غال ننفس على عباد الله. بن هذا ما راي نفس عليه. هو نقصله من الماظو. بغي تنفس على المغربي. هو المتحاند لمحامات تكون مزيان. بغي تنفس على المغربي. هو ما يقرش الاخبار ديال الوزير عنده خمسين مليار. بغي تنفس على المغربي ما تشوفش تنفس على المغربي ما تنفس على المغربي موجود. تنفس عليهم وتصرف المال ديالهم المال للعام. تضاهر بحال هادي بالملاير. قصة الطريق دابا مقطوعة. هاد السيداد لعمدة ديال الرباط دابا هادي اللي كل مر بقرار دابا هادي. اعطينا شوف يا اقول يا لتنقول. قلب الرباط. قصة مال بالله. الى الواضحة النهار. وف اماكين حيوية. حشومة. الازبال منتشرة. في عدد من الاماكين. والانور وهالتصاور ديال هاد المصيبة هادي الكحلة. علاش علاش دابا. قطعوا الطرقان هاكا. مرابحا فلوس. مخاربقا عباد الله. وما كيش تتواصل. شكولي كيقدر يهضر مع القجاع شكون في هاد البلاد. دابا نقول لكم اخوتي المغاربة دابا هاد القجاع فضحونا في ذاك شي ديال تذاكر ديال قطر. دير وعد. كيش برلمان سولوا على الاجر. وش كيش برلمان يقدر يسولوا. وش ملاحطوش اخوتي المغاربة كل شي. فينا والدور ديالبرلمان الحياوي. فين هي الحياة السياسية. فينا هو انت التذاكر تشي برلماني ما قدريش بدهت السؤال. القجاع هو اصبح ام الوزارة. دا ما قاش وزارة الداخلية. الله يميك يقدر شي مغريبي يهضر مع فوزي القجاع. لانه المالية الما والميزانية والفلوس والاشارة. ها هي كما قلنا فقال لك السيدلو. انا كمغريبي يا اخويا. عنديش معه قاع القجاع كشي مشكي نفسي. ولكن كمغريبي وكصحفي. قلت لي يا. على انك غد تواجه البؤساء وغد تفضح عباد الله. لن لن اتوانى شخصيا. هو انتم معكم في اتخاذ كل الاجراءات الصارمة في حقه. اه وتقولش لي يا ديك الفكرة تال مباعد تال بالله لا. رابا رعدنا الدولة. قلتك تقول عندك تقارير دي اللي بقول يصول الجهات المعنية اعطاتك التقارير. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف التقارير متع السلطات المكلفة بالامر. شنو معنى انها التماطل. ما يمكن يتفهم الا شي جهات دخلت على الخط. لان الاسماء عندهم علاقاته. والناس عندها ريزو ديالها. وهذا هو جوهر المشكلة في المغرب. بغير مشتم تعرفون المشكلة في المغرب هو انه تشريع المغرب يزوين. القواعد زوينا. ‫اليرادة كاينا. ولكن في في المشكلة دائما كيستضلوا شبكة العلاقات. اخطر ملتصن في المغرب هو شبكة العلاقات ومجموعة الدّغت كتفيشن اي رغبة في الإصلاح. كتفيشن اي برنامج ديالها. جميع المشاريع. جميع المشاريع الرائعة اللي خضى المغرب. لا المسروع دي الجهوية لا لا المشروع دي المبادرة الوطنية للتلمية البشرية لا كل المشاريع اللي كيدير المغرب واللي يزوينه وكيكون تسريع ولكن واقعيا المغرب كيستعظم بواحد البنية واحد شبكة علاقات شبكة نفوذ وشلاكة المصالح تجهيد كل جريبة كتلقى واحد انسان هانت جايب ميزان يجيب كذا واحد السيد خوايدي هذا الخوايدي كتلقى عنده شي بشي علاقة بشي جيها في السلطة او في القضاء وخاته يوصل وخاته في شن ما تقدر تدير معه شي حاجة مشكلة بسيطة علاش لانه قدر يربط واحد شبكة علاقات في مو جميع مستوية دي للدولة في كتلقى هنا وانا وانا حتى كتقرب له العافية وقد تلقى عنده واحد صاحبه طيب ما كتفهم تشي حاجة والدليل دبقى الكاتب العام دي الوزارة التربية الوطنية احترامنا له يكوتير حوله اتهامات دي المشروع الاستعجالي في مشاوذك الصبورات في مشاوذك الفلوس في مشاوذك اهلو مجرد في مشاوذك جت الفكرة دي المحامات ذيك الحرب هذيك الفاضيحة دي المحامات مع وهبي المغاربة كانوا مشغولين بالمحامات جت شاكيب بالموسى حييت الكاتب العام دي الوزارة داس بلاس قبل اولو بدون مساءلة بدون محاسبة واخدها واحد المنصيب اخر احنا ما شك نقول لك ذلنا ولكن الهجال تعليموا الناس كلهم تدرعوا على فشل مستوى استعجالي وتم قلق فلوس 45 مليار دي المشاوذك وهذا الراجل اللي عاش مع شعصات الوزارة الدووز دي التربيوان حتى في الفاضيحة الكبرى حتى في الفاضيحة الكبرى دي المانارة المتوسط ثلاثة ربعات دي الوزارة مشاوه ومشوا معهم ثلاثة دي كتاب عامون إلا هو بقى والحمد لله قناتكم قنات باديلت القنات باديلتكم حلن يتظنى هذا الموضوع علاش الكاتيب العام عاد سنة وتسنة وتسنة وغيشة الفاضيحة دي المحامات المغربة مليهيين تكن سنعوا الكاتيب العام بشاب حالته والمغربة ما نتعبولاش ولكن اهم جوهر ما مانا انك تبقى في واحد الوزارة ومرترض بها واحد كده ومن يكاتب شي بحالتك ما كلا مسألة لمو حاسبة هذا هو مشكل في المغرب اخوتي المغربة اللي بغينا نهضروا بالحق بغربة الناس كيدبروا ميزانيات وكيدبروا ملفات وكيدبروا مشاريع غلافات مالية كبرى ولكن يمرون بدون ان يسألوا ويحاسبوا غد دعو تاني غيبشي هاد الوزير اخنوش وغد غيبشي هاد بن سعيد كلهم غيبشي كما بشو اللي قبلهم وكيستمر الواضحة بدون مسألة ومحاسبة لابا عملي كتم جيدة خلنا عليكم بالله اخوتي المغربة في هاد طرق السيارة دي المغرب هاد عرئيس الحكومة مكتدوز البومبة واش في خباركم دوما تشتاكل على الكوطليط عند اخنوش في البومبة ديالو دوزو على المناصرة قصم من بالليلة العاضي للكيلو وقالك يدير شي تليف بره عند المغربة عادي هو رئيس الحكومة يبيع المغربة الكوطليط قيلت 2400 واحد المرة شدتني الظروف خضينا واحد للباراكة شينو سكينو واشي ناس عز علينا قال لك شاكل تليف الى الكوطليط ولا شحال جان الجوع في الطريق قال لك بومبة ديال اخنوش من عصرة ولا شحال في المآماركي زيدة شي خمسين دير زيدة شي عالتين العباد الله شي سوى رئيس الحكومة يبيع لك اللوح وكيبيع لك الطعام بغالي واجود النقط الجغرافية في الطريق السيارة كتلقى فيها افريقيا تخيل معك انك رئيس الحكومة اللي جاي يدبر لك شأنك ولي خصو يحسن من وضعك المالي وليوفر لك بنيات صحية في الداوة ويوفر لك مدارس في انتقرة ويجود حياتك كتلقى هو كيدين معك لزافر التجارة اكثر من هذا كيبيع لك غلاتهم الباقي المنافسي ورئيس حكومتك ومحن لك مدير ومسيطر لك على حياتك السياسية ومسيطر لحياة الاقتصاد ومسيطر لك كل شي والخطير في الامر يرويجوا البعض عن حسنية طبعا على ان رئيس الحكومة فترة توزوينا شوف شو واحد الخطورة راح يدو قالك في عهد رئيس الحكومة الحالي الاحتقان القل في المغرب الدليل قالك تضاهورات قلت ومقاش الوقفات بالعكس اغطر مرحلة احتقان في تاريخ المغرب ممكن دابا لان السلطات مقاشك تخلي الناس يخرجوا انا داست واحد الحملة دي الكورونا دي الترهيب والتخويف ممنوع التضاهرات وتم استهداف المجتمع المدني والحقوق الناس مقاشك قد يخرجوا يدهروا اذا مقاشك يخرجوا يدهروا تحسبت الحكومة انا نقصت من الاحتقان لا يمكن احتقان خطير جدا 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 والله احفظوا كتب السلامة يا ربي كنخافوا منه لانه مبقاش عندك بالفاعل السياسي اللي تلوقعت شي حاجة يقدر يكارمي الوضاع الناس معزولين على واقعهم السياسي والشماعي كنت قابل هذا مناجح دابا في الدوائر والله ما كيعرفو الساكينة والله ما عمرو ما عمرو حلتها دابيزا فهو براس وقد تلقى همس ام دابيز ما حلتها مشاكل مع مرته ولاده ونوقعت شي مشاكل وخرجوا السكان وخرجوا 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 ما كيش لي كارمي الوضاع الناس معزولين نجابهم كالهدف هو القضاء على على تجربة ديال بيجي دي مع كامل اسر اذا اخوتي المغربة هاد التظاهرة احنا السيدقات واسطوا معانا كحكوم بغينا نقاش وسط البرلمات شو نعرب حمل هاد التظاهرة ديال هاد وعليش هاد التظاهرة كما قال ذاك المحلل وهذا الناس اهل لك عشاد التظاهرة معمر شي دولة اوروبية دارتها معمر شي دولة اوروبية نضمت هاد هاد كأس العالم ديال الاندية شكولي كيت سبق على هاد كأس العالم الاندية حتى واحد ديال اول دورة كان دارت في البرازيل من بعد دارت في الامارات من بعد خدينها احنا من بعد مشاة اليابان بعد جاة الامارات اني كالضرغف هاد الوسار كهدا هاد التظاهرة هادية مولي عمر شي دولة اوروبية مخداتها نهائية الهدى الاوروبين مكيفهموش احنا المغاربة نضموها جمارات والتالتة خيين فهمو من هاد العمالية شنو كرر بحو منها احنا وراش عطيها هاد خيينة هاد هاد ان انحروا اوليك هاد ان يخذوه الاوروبية وهو واحد اشكال اخر وهذا الطرق عليك يتسده ديك المرة من كان يحتفلوا في المنتخب المغربي يأتي الطرق عليك هاد الحياة كانت تعطل كنت تصب شويه هاد الحياة كانت تعطل نحن قلنا نضم الملتقى يجد علش مكيش هي الحقيقي اللي قد ندر نفق التحت ولا التوسع علش كين هاد المشاكل علش هاد الملاعب علش كي يبنيون في قلب المدن علش دبا تيكنو بوليس دوك الجامعات المواصفتها علش ملينها بعيدة علش يبنوش ملاعب خارج المدن قاعم مرة باش ما تتوقع لا قامرة ولا طرقان ولا الناس المرضى وتستمر الحياة علش كنجيون بنيون ملعب في قلب المدينة وكنعطلوا الحياة وكن مشكلوا الدنيا علش اخوتي المغاربة كنتمنا على انه الناس ينتابهوا هاد العملية دي كيف جاء هاد البرلمان ولكن رجع الفكرة راه البرلمان اخوتي المغاربة اللي خرج من هاد انتخابات الاخرة راه كارتها بكل المقاييس وسبب الخلاق دي لهاد البلاد هدي كنشكركم ويللقاء